اشتركوا في القناة بحضور نخب فكرية وحقوقية كبيرة انطلقت فعاليات ورشة عمل الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان بتنظيم من قبل وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استهلها سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين بكلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية عقد هذه الورشة لتبادل الآراء والخبرات وبينا أن مملكة البحرين لم تأل جهدا من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون سعادة اليوم بتنظيم هذه الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية الورشة إن شاء الله بتتناول خمس جلسات جلستين في اليوم الأول وثلاث جلسات في اليوم الثاني بنتناول فيها في الجلسة الأولى لتزامات الدولية لحقوق الإنسان وشنو التزامات الدول تجاه هذه الآليات وبعدين بنعرج إن شاء الله على بيان أهم المواثق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكيفية التعامل أو حصر البيانات في إعداد الردود الدولية على هذه الآليات هذا يساهم في تحقيق الهدف 16-16 من أهداف التنمية المستدامة للSDGs وهي معنية أساسا بتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والشفافية ومحاربة الفساد ونحن كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعمل مباشرة على تحقيق الهدف 16-16 مع الوجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في مملكة البحرين هذه الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها برشة العمل أكدت على ما تقدمه من محتوى قيم يناسب ما توصلت له البحرين من تقدم وإنجاز كبير في مجالات حقوق الإنسان بما يتوائم والخطة الوطنية الطموحة لتعزيز حقوق الإنسان والتي تكثف وزارة الخارجية جهودها لمتابعة تنفيذها بكل احترافية نعتقد الحقيقة أن إقامة هذه الورشة أتت في وقتها وفي زمانها الحقيقة المثاليين سيما ونحن الحقيقة نسير بخطة حثيثة في عملية تنفيذ الخطة الوطنية الحقوق الإنسان التي تم أقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر للعوام 2022-2026 خطة خمسية الحقيقة وطنية كبيرة شاملة ومتأهبة الحقيقة ولأول مرة في تاريخ مملكة البحرين ولأول مرة في المنطقة الحقيقة فكل العيون الحقيقة سواء كان على الساحة الوطنية وحتى الإقليمية تتابع عن كثب عملية تراكم الإنجاز في هذه الخطة الوطنية حقوق الإنسان فحنا الحقيقة سعينا مؤكد وجدية في عملية متابعة تنفيذ هذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم أقرارها سعي دؤوب وتكاتف للجهود في مختلف الجهات بمملكة البحرين تحقيقا لمزيد من التقدم والإنجاز في مجالات حقوق الإنسان والآليات والإجراءات المتبعة بهذا الشأن تماشيا مع أرقى ما توصلت له المنظمات والقوانين الدولية لتكون المملكة ألموذجا حقوقيا مشرفا على مستوى المنطقة والعالم الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان برشة عمل مهمة جدا تعد كمرجع علمي وحقوقي للإجابة على جملة من الاستفسارات والتساؤلات الدولية وذلك بالتعاون مع خبرات عدد من المسؤولين والمختصين على مختلف المستويات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين وحقوقي تلفزيون البحرين